بات معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الأسوي لكرة القدم هو المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد القري للدورة الانتخابية 2023-2027 نعم يأتي ذلك بعد إغلاق باب الترشح لانتخابات رئاسة وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد القري مساء اليوم الأمر الذي يمهد الطريق لانتخابه رسميا بالتسكية رئيسا لولاية ثالثة خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القري الذي سيعقد في العاصمة البحرينية الملامة يومي الأول والثاني من فبراير شباط المقبل ومع أقفال باب الترشيح لرئاسة الاتحاد الأسوي لكرة القدم للدورة الانتخابية اتفقت الأسرة الأسيوية برمتها على تجديد الثقة بشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيسا للاتحاد القري بعد أن تلقى رسائل تأييد رسمية من كافة الاتحادات الوطنية الأسيوية والبالغ عددها 47 اتحادا وطنيا تدعم استمراريته على رأس الاتحاد القاري للدورة المقبلة في مؤشر واضح على ثقة أسرة الكرة الأسيوية بقدرته على مواصلة قيادة الاتحاد نحو المزيد من النجاحات المتميزة على مختلف الأصعدة ويحمل هذا الإجماع الكبير تقدير الاتحادات الوطنية في القارة الأسيوية بالدور الواضح الذي لعبته قيادة الاتحاد الأسيوي في تطوير مسيرته على انتداد أعوام من العمل المثمر والمستند على توحيد الكرة الأسيوية وإعلاء مصالحها العليا والتواصل المستمر مع المنظومة الكروية القارية وإشراك الأسرة الأسيوية في صناعة القارات التي ترسم ملامح مستقبلها بالإضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والمشاريع الحيوية التي انعكست بصورة إيجابية على مسيرة اللعبة وكانت كرة القدم الأسيوية قد شهدت على امتداد رئاسة معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة حقبة من الاستقرار والمنجزات الواضحة حينما نجح الرئيس الجديد في ترجمة شعار آسية متحدة خلال فترة رئاستها التي سادت فيها روح الوحدة والتضامن أركان كرة القدم الأسيوية تجلت وحدة العائلة الكروية الأسيوية في العديد من المحطات الهامة خلال السنوات المتواصلة من العمل المؤسسي بين جدران الاتحاد القاري فكان الإجماع الأسيوي حاضرا بقوة على كافة القرارات التي طرحت على اجتماعات الجمعية العمومية والتي مارست الدورة المناطبها بروح من المسؤولية العالية والثقة الكبيرة برؤى وأفكار رئيس الاتحاد القاري والرامية لتطوير مخرجات اللعبة على كافة الأصعدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر